أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتلحي ونهى عن الاقتعاط والنهي عن الاقتعاط هو المسع على العمامة دون أن تدار تحت الحنك كما هو مفهوم الأمر بالتلحي إن هذا الحديث المذكور لا يعرف له مستند ولا يعرف من رواه من أهل الحديث وإنما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث